بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وابنات طلعت وطالبات الصف الأول الثانوي أهلا ومرحبا بكم في برنامي المدرسة على الهوى ومراجعة لمنهج الأحياء للامتحان التكميلي اللي هيبدأ يوم 21 سبعة إن شاء الله الامتحان التكميلي للناس اللي ما توفقوش في الامتحان الأولاني اللي تم في شهر مايو في مادة الأحياء ومن المعروف إنه هذا الامتحان إن شاء الله هيكون في ما درسته في الفصل الدراسي التاني فقط اللي هما البابين التالت والرابع النهاردة إن شاء الله هنراجع الباب التالت اللي بتكلم عن الوراثة واللي مسبب مشكلة لغالبيتكم ورغم إنه هو باب جميل وموضوع شيق وموضوع من المفترض إنه هو الإنسان يكون عارفه ومن أهم موضوعات علم الأحياء موضوع الوراثة وده اللي احنا هنراجعه النهاردة إن شاء الله على أمل إنه يكون في حلقة تانية إن شاء الله نراجع فيها الباب الرابع اللي هو تصنيف الكائنات الحية لو بدأنا بباب الوراثة هنقسم حلقتنا النهاردة إن شاء الله احنا معاكم لمدة ساعتين إن شاء الله تعالى هنقسم حلقتنا الجزء الأول هفكركم شرحاً شرحاً مبسط للأجزاء أو الجزئيات اللي موجودة في هذا الباب اللي هي الأنماط الوراثية أنماط يعني طرق انتقال الصفات الوراثية أنماط الوراثية معناها طرق انتقال الصفات الوراثية لأن الصفات الوراثية في الكائنات الحية تنتقل بطرق متعددة هنتكلم عنها سريعاً وبعدين هناخد أهم الأسئلة أهم الأسئلة عن هذا الجزء النهاردة إن شاء الله يلا بنا سريعاً نبدأ كده بسم الله شرح مبسط لأهم نقاط هذا الباب الباب ده بينقسم إلى فصول الجزء الأول بيتكلم عن الكروموسومات يتكلم عن الخلايا قال لي أن الخلايا نوعين خلايا جسدية وخلايا تناسلية والفرق ما بينهم أن الخلايا الجسدية تحتوي على عدد زوجي من الكروموسومات يعني الكروموسومات موجودة فيها على هيئة أزواج بينما الخلايا التناسلية توجد الكروموسومات مفردة كله كروموسوم لوحده من غير مثيله من غير شقيقه يبقى الخلايا عفوا يبقى الخلايا نوعين خلايا جسدية وخلايا تناسلية خلية جسدية يطلق على عددها الصبغي اتنين نون والخلية التنسلية واحد نون يعني الخلية التنسلية فيها نفس كروموسومات الخلية الجسدي طرز الكروموسومية الجزائية التانية معناه ترتيب الكروموسومات الموجودة في نوعات الخلية تنازليا حسب الحجم من الأكبر للأصغر في الإنسان خلية الجسدية تحتوي على 23 زوج من الكروموسومات 46 كروموسوم مفرد بيكونوا الثلاثة وعشرين جوز مترتبين من واحد لثلاثة وعشرين من واحد لثلاثين وعشرين بيسمونكم موسومات جسدية تحمل صفات الجسم اللون الطول الزكاء الاستعداد للأمراض وهكذا أما الزوج رقم الثلاثة وعشرين والزوج الأخير فده بيحمل صفات الجنس أو يحدد جنس الفرد سواء كان ذكر أو أنسى وهذا الزوج يعمل أثناء التكوين الجنيني يعني هو الفرد بتكون داخل رحم أمه ده جزئية تانية جزئية تالتة قوانين من دل أو ما يسمى السيادة التامة ودي أول طريقة وأشهر طريقة وأول طريقة اكتشفت من طرق انتقال الصفات الوراسية تسمى السيادة التامة ما معنى السيادة التامة هتفعل أن الخلاج جسدية فيها أزواج من الكورموسومات كل كورموسوم له أخ له زميل له شقيق يحمل جينات لنفس الصفات جينات يعني عوامل وراثية اللي بيظهر الصفة الكورموسوم عامل زي افترض أنه عامل زي العقدة وزي السبحة كل حباية عبارة عن جين مسؤول عن صفة معينة طبعا عندي كورموسومين يبقى كل كورموسوم عليه جين إذن الصفة تمثل في الخلية الجسدية بجينين طب الخلية التناسلية ما هي فيها الكورموسومات وفرادة يبقى تمثل فيها الصفة الوراسية بجين واحد طيب السيادة التامة معناها أن الصفة لها صورتين لعنما أقول صفة الطول في نبات البسلة الصورتين بتوحها النبات إما طويل وإما قصير دول بسموهم الأليلين أو الصفتين المتضدتين الجينين اللي بيظهروهم الجين يظهر صفة الطول وجين يظهر صفة القصر طيب الجين الذي يظهر صفة الطول لو اتجمع مع الجين الذي يظهر صفة القصر يخفيه يعني يظهر أثر جين الطول يبقى الفرد الذي تحتوي خلاياه من نبات البسلة على جينين واحد منهم لصفة الطول واحد لصفة القصر تظهر على الصفة الطول ولذلك قلنا صفة الطول صفة سائدة وصفة القصر صفة متنحية وده فكرة السيادة التامة أن هناك صفات يحكم كل منها زوج من الجينات إذا اجتمعوا مع بعض واحد منهم تظهر صفة والتانية تختفي جين سائد على جين جين سائد على جين طيب ناخد مثال سريع علشان نخلص من السيادة التامة السيادة التامة أن هناك الصفة يحكمها جينين جين سائد وجين متنحي طيب لو تكلمت عن صفة الطول ذا اسم الصفة طيب الوجين بتقعها النبات إما طويل وإما قصير طيب صفة الطول يحكمها جين وصفة القصر يحكمها جين طيب رمزنا لجين الطول ها تي كابتل نفس الحرف خدته بس سمول لجين القصر طيب احنا اتفقنا أن الخلية الجسدية تحتوي على جينين لذلك أنا عندي ثلاث احتمالات لتركبها الاحتمال الأول أن الجينين اللي فيها يكونوا إما الاثنين تي كابتل إما الجينين وعد تي كابتل وعد تي سمول إما الجينين وعد كلاهما تي سمول قدل احتمالات الثلاثة اللي عندي طيب ده هيبقى طويل ولا قصير معنا اتفقنا أن طالما فيه جين الطول هتظهر صفة الطول طويل طيب ده فيه جين الطول والقصر وبما ان جين الطول جين سائدي هنا هيبقى برضو ايه طويل اما ده يختفي منه جين ها الطول وبالتالي يبقى هذا الفرد فردي ايه نبات قصير طب ايه الفرق من ده ده طويل وده طويل بقولوا ان ده طويل نقي لان الجينين متماسلين بينما ده طويل هاجين لان الجينين مختلفين اما المتنحي فلا يمكن ان يكون متنحي الا اذا كان نقي لا يمكن ان يكون متنحي الا اذا كان نقي ولذلك المتنحي نقي دائما ادي فكرة السيادة التامة اذا اجتمع جين مع الجين المقابل له وظهر تأثيره بل جين ده سائد والجين ده متنحي لما ناخد المسائل هنفهم اكتر هذا الكلام بلنا في الامتي فكرة السيادة التامة انه صفتين صفة تسود على صفة جين احد الصفتين يسود على جين الصفة الاخرى فاذا اجتمع فيظهر اثر الجين السائد ويختفي اثر الجين المتنحي الافراد اما سائدة نقية يعني الجينين سائدين اما سائدة هاجينة يعني الجينين واحد منهم سائد واحد متنحي اما متنحية وده دايما نقي زي ما احنا شايفين ده فكرة السيادة التامة والامثلة بتاعتها اعتقد انتوا عارفينها زي كل صفات نبات البازلاء السبعة اللي انت درستهم بازلاء اللي قال بسلة بسلة الخضر لان في بسلة تانية اسمع بسلة الزهورة نتكلم عنها طيب يبقى هنا الامر محدد وواضح جينين واحد منهم يخفي الاخر سائد على الاخر اذا اجتمعوا يظهر تأثير السائد ويختفي تأثير المتنحي طيب هناك حالات لا والله تأثير جينات الصفة على بعضها يظهر بمعنى انه اذا اجتمع جينين مش شرط احدهم يسود على الاخر او قد هما الاتنين يكملوا بعض ويظهروا صفة ده بيسموه تداخل فعل الجينات يبقى الحالة اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي اسمها السيادة التامة بينما الحالة اللي هنتكلم عليها اللي هي تأثير الجينات يتداخل مع بعضه فبيسموا العملية دي تداخل فعل او تأثير الجينات طيب ده انا عندي منها امثلة كتير اول مثال عندي حاجة اسمها انعدام السيادة خلي بالك انا بنشرع بالتفصيل انا بقولك الفكرة فكرة ان ادام السيادة ان هناك صفتين لا يسود جين احدهما على الاخر يعني اذا تجمعوا ما يختفيش ده ولا يختفي ده اما الان بيحصل ام يتدمع الجينين اللي ده ده بيكون صفته وده بيكون صفته فتدخلط الصفتين فتظهر صفة وسط تنعدم سيادة احد الجينين على الاخر المثال اللي عندي انها ده مسيادة حيلة وراسية لدراسة زوج من الصفات لا يسود احدهما لا تسود احدهما على الاخر وعند اجتماع الجينين مع بعض تظهر الصفة الوسط لانه كل جين بيعبر عن نفسه كل جين منهم بيعبر عن نفسه طيب المثال عندي لون ازهار نبات غير نبات البسلة اسمه نبات شاب الليل مثال اخر لون ريش الدجاج الاندلسي طب ايه الالوان قال لي بالنسبة لنبات شاب الليل لون الازهار اما احمر واما ابيض دي الالوان الاساسية دي لها جين ودي لها جين طب اذا تجمعوا مع بعض الجينين هل يظهر الاحمر لا هل يظهر الابيض لا لا يخفي احدهما الاخر ولذلك يختلط الابيض مع الاحمر في الديني ابيض محمير او احمر مبيض اللي هو بيسموه قرنفلي او بيسموه وردي صفة وسط اذا حالة ادام السيادة عندي ثلاث صفات صفتين رئيسياتين وصفة وسط الاحمر والابيض والوردي او القرنفلي في حالة نبات شاب الليل اما بالنسبة لريش الدجاج الاندلسي فعندي اللونين الاساسيين الابيض الريش الابيض والريش الاسود طيب اذا اجتمع جين الابيض مع جين الاسود لا يخفي احدهما الاخر لكن اللون الابيض هيتكون واللون الاسود هيتكون فيدخلطه مع بعض فيدوني لون احيانا بيقولوا عليه ازرق احيانا بيقولوا عليه رصاصي رمادي منعط ايا كان المهم انه هو صفة وسط ما بين الصفتين اذا انا عندي هنا تلت ترز مظهرية يعني ايه ترز مظهرية يعني شكل الصفة يعني ما يظهر على الفرد احمر ده ترز مظهرية خرنفولي ده ترز مظهرية ابيض ده ترز مظهرية رصاصي ازرق اسود ابيض كل اللي اسمها ترز مظهرية ترز يعني شكل تمام طب ايه التركيب الوراسي انا قلت في حالة السيادة التامة الطويل تي كابتل تي كابتل او تي كابتل تي سمون والقصير تسمون تسمون يبقى انا استخدمت رمز واحد في حال السيال التم هو حرف واحد وحرف تي تابتا للصفة السائدة وسمون للصفة المتنحية لأ هنا هستخدم رمزين لأن الصفتين دولة لا تسدق ده هم على اخرى فقول الاحمر ار اختصار لكلمة رد والابيض دابلي اختصار لكلمة وايد اذا الاحمر لابد ان يكون تركيبه ار ار والابيض لابد ان يكون تركيبه دابلي دابلي طب اذا اجتمع الار مع الدابلي الاحمر هيتكونه والابيض هيتكون لانه لا يسود احدهم على الاخر وبالتالي يظهر اللون القرنفلي اذا لكل ترز مظهري ترز جيني خاص دي الحالة اللي نسمعها حالة الادام السيادة وهتيجو قدامنا ان شاء الله في المسائل اللي هنتكلم عنها طب ايه تاني من تداخل فعل الجينات الجينات المميتة بعد الادام السيادة الجينات المميتة الجينات المميتة زيها زي قانون مندل الاول زيها زي قانون مندل الاول زي ان فيه صفة بتسود على صفة ولكن احدى الصفتين الجين بتاعها اذا وجد بصورة ناقية يؤدي الى موت الفرد في بعض الحالات الجين السائد هو اللي بيبقى مميت اذا اكتبع مع الجين السائد اللي زيه وفي حالات اخرى الجين المتنحي هو الذي يميت طيب اذا هنا عندي حالتين الحالة الاولانية الجينات المميتة السائدة وهي التي الفرد اللي يموت فيها هو السائد النقي يموت السائد النقي ويعيش السائد بس الهاجين مع المتنحي الاثنين دولا بيعيشهم لان اجتماع الجين السائد مع الجين السائد اللي زيه هو ده اللي بيؤدي الى وقف عملية حيوية وموت ربع النسل الجينات المميتة المتنحية ده في حالة الجينات المميتة السائدة الجينات المتنحية لا والله اللي بيموت يموت الفرد المتنحي يبقى مين اللي هيعيش يعيش السائد بنوعي هي سواء السائد نقي او سائد هاجين طب المثال السريع عندي لون اللي هو الفقران لون فراء الفقران عندي لون فراء الفقران اما اصفر واما رمادي والاصفر سائد على الرمادي اذا جين الاصفر كده كده وجين الرمادي وي سمول اذا تركيب الفرد طبعا للسيادة التمن اللي قلنا عليها قبل كده اما يكون واي كابتل واي كابتل ده سائد نقي واي كابتل واي سمول ده سائد هاجين واي سمول واي سمول وده المتنحي ده اللي هيبقى لونه رمادي وده هيعيش ده هيبقى اصفر بس هاجين فهيعيش اما ده اصفر نقي هو ده اللي هيموت لان اجتماع الجينين دولة ادى الى وقف عملية حيوية في الجسم سواء كانت تشوه او كانت وقف اه وظيفة حيوية في الجسم فادى الى موت الفرد سواء قبل الولادة او بعد الولادة في حالات اخرى ده بالنسبة لفكرة الجينات المميتة السائدة الجينات المميتة المتنحية بقى العكس من اللي هيموت المتنحية زي ايه زي حالة لون النبات اللي هو تكوين الكولوروفيل جين تكوين الكولوروفيل سي كابتل سائد على جين عدم تكوينه سي سمول اذا تركيب الفرد اما سي كابتل سي كابتل وده هيكون الكولوروفيل هيبقى نبات اخضر يعيش اما سي كابتل سي سمول وده برضه هيكون كولوروفيل وده اخضر يعيش اما سي سمول سي سمول وده والله هيبقى بادرات بيضاء تموت يبقى هنا اللي مات مين ايوا المتنحي اللي عاش مين السائد النقي والهاجي هده فكرة الجينات الممويتة بصورة عامة طيب الحالة التالتة من حالات تداخل فعل الجينات احنا برضه بنفكر نفسنا بالانماط اللراسية علشان لما نيجي نحن المسائل نبقى مع بعض حالة التالتة اللي هي الجينات المتكاملة الجينات المتكاملة زي قانون من دي الاول وقانون من دي التاني تجمع ما بينهم ازاي تجمع قانون من دي الاول في عدد الصفات انها الحالة دي بتدرس زوج واحد من الصفات زوج واحد من الصفات وتجمع قانون من دي التاني فان هذا الزوج من الصفات يعكمه زوجين من الجينات يعني صفتين لهم اربع جينات صفتين بيحكم مراستهم اربع جينات جين والمتنحي بتاعه جين المتنحك بتاعه متى تظهر الصفة السائدة هنا ومتى تظهر الصفة المتنحية في حالة جينات متكملة تظهر الصفة السائدة عند اجتماع جين سائد من الزوج الاول من الجينات مع جين سائد من الزوج الثاني المتنحية عندما تظهر عندما يختفي او يتنحى احد الزوجين او كلاهما طب يعني ايه مستر يعني البساطة انه اذا اجتمع افترض ان الجينين او زوجين الجينات هما الا كابتل والمتنحك بتاعه اسمول البي كابتل والمتنحك بتاعه اسمول طب ظهور الصفة السائدة يتوقف على اجتماع الايه كابتل مع البي كابتل بصرف النظر عن مكمل ده ومكمل ده بمعنى ايه بمعنى انه سواء كان البديل التاني للزوج الاول ايه كابتل او اسمول ده بي كابتل او بي اسمول في كل الحالات دي سواء ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل او ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي اسمول او ايه كابتل اسمول بي كابتل بي كابتل او ايه كابتل اسمول بيكابتل بيسمول في الاربع حالات دي الفرد هيكون حامل للصفة السعيدة الاجتماع الجين ايه كابتل؟ مع بيكابتل طب ليه لان ده بيتمم خطوة او تفاعل من تفاعلات اظهار الصفة وده بيكون الخطوة التانية او التفاعل التاني علشان يتمم التفاعل الاول لازهار الصفة السعيدة فاذا اختفق احدهم يعني اصبح الفرد متنحي متنحي ازاي يعني اما فيه بصرف النظر عن البي او بي سمول اي ان كان الاي او الاتنين متنحيين يعني اه مستر يعني حتى لو كان طالما فيه حتى لو كان ده عفوا بي كابتل بي كابتل او كان بي كابتل بي سمول ما فيش مشكلة عندي طالما ده متنحي خلاص انتهت القصة اصبح هذا الفرد متنح compressed سواء كان ده اي كابتل اي كابتل او اي كابتل اسمه برضو متنحي هنا نتنين متنحيين بمعنى تظهر الصفة السائدة عند اجتماع جين سائد من الزوج الاول مع جين سائد من الزوج التاني تظهر الصفة المتنحية عندما يختفي احد الزوجين او يتنحى احد الزوجين بصورة نقية المثال بتاعي لون ازهار نبات بسلة اخر اسمه بسلة الزهور او بسلة الازهار يبقى مثال الجينات المتكملة لون ازهار نبات بسلة الزهور اللون اما احمر او ابيض او قرنفلي او ابيض او قرنفلي او ابيض او قرنفلي او ابيض زي ما بيقولو الاحمر في نبات بسلة الزهور اللون الاحمر او اللي هو بيسموه احيانا قرنفلي واحيانا بيكتبوه قرنفلي ده اللي بيبقى سائد والابيض هو اللي بيبقى متنحي ولذلك الاحمر تركيبه اما اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي كابتل او اي كابتل اي كابتل بي كابتل بي سمول او اي كابتل اي سمول بي كابتل بي كابتل او اي كابتل اي سمول بي سمول بي كابتل بي سمول يعني هنا الزوجين سائدين نقيين هنا أحدهما سائد اللي هو الايه نقي والتاني هجين هنا الأول هجين والتاني سائد نقي هنا الاتنين هجينين أما الأبيض فيظهر عندما يكون الفرد لا الفرد حاملة للجينين A small أيا كان B capital طالما في A small سواء كانت B capital B capital أو B capital B small أو B small B small وفي نفس الوقت لو كان B small هو المتنحي ايا كان الايه ايه كابتل ايه كابتل او ايه كابتل ايه سمول بي سمول بي سمول ده ده الترز الجيني او تركيب الوراسي للافراد بتاعة بسلة الظهور اللي هي بيضاء اللون ودي حمراء اللون هنتلم مع المسائل ان شاء الله ونشوف ازاي نتعامل مع مسائل المتكبة النمط الوراسي اللي بعد كده هو يتبع انعدام السيادة اللي قلنا عليها اللي هو وراسة فصائل الدم فصائل الدم اربع انواع ايه وبي واي بي واو لو لحظت معايا ان انا عندي كم حرف هنا ايوا ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة الاو والبي والاو هي دي اسماء الجينات التي تحكم وراسة فصائل الدم يبقى عندي تلات جينات بتحكم الصفة تلات جينات تلات بدائل ولذلك بيسموا العملية دي تعدد بدائل الله لانه الجين له اكتر من بديل له طيب الفصائل الاربعة تركبها الوراسي ايه ايه الجينات اللي بتظهرها الفصائل ايه خلي بالك معايا هنا فيه تلات علاقات الايه سائد على الاو يبقى الايه سائد على الاو سيادة تامة إيه علاقة ما بين الـ A والـ B اللي A و B بينهما نايدان سيادة لا يسد أحدهما على الآخر يبقى إيه سائد على O B سائد على O الـ O متنحل كل من الـ B والـ A لذلك التركيب له راسل الـ A قد يكون نقي A كابتل A كابتل يعني الجنين من النوع A وقد يكون هالينة O فصلة B B كابتل B كابتل أو B O الـ A B دي الصفة الوسط ما بين الـ A والـ B لما يكتمل الجن A مع الجن B هيديني الصفة A B أو الفصيلة A B أما الـ O فهو المتنحل وانا عارف المتنحل دائما نقي فلازم يكون تركبها O O ده الطرز الجيني لفصائل الدم الأربعة اللي عند الإنسان A و B و A B و O A و B و A B و O الـ A إما نقية A كابتل A كابتل إما هاجينة O A كابتل O الـ B نفس الكلام B كابتل B كابتل B أو الـ A B بلاش نتركيب واحد A B الـ O O O طبعا التزاوج ما بين الأفراد حسب الفصائل هينتج ابناء مختلفين برضو عندنا مسائل على فصائل الدمى نتكلم عنها إن شاء الله طيب هناك أيضا نمط وراسي آخر من تعدد أو من تداخل فعل الجينات اللي هو وراسة العامل الريزوسي عامل الريزوس وراسة عامل الريزوس العامل ده أمار عم مولد التصاق زي مولد التصاق لدم موجود على سطح خلايا الدم الحمرة في دم 85% من البشر بنسموهم موجبي العامل الريزوسي العامل الريزوسي ده بيحكم وراسته ثلاث أزواج من الجينات يعني هنا برضو تعدد بيعتبر تعدد بدائل طيب الثلاث أزواج من الجينات يعني ست جينات يعني ثلاث سائدين والثلاث المتلحين بتوعهم إذا وجد واحد بس سائد من الستة يبقى الفرد السائد موجب ها يكون الفرد موجبا لهذا العامل يعني موجب لهذا العامل يعني يتكون فيه المولد خلايا دم الحمرة تبقى حاملة لهذا المولد طيب يكون الفرد موجبا لهذا العامل إمتى عنده وجود جين واحد سائد على الأقل فيه خلايا الثلاث أزواج دولا بيحملوا ها على نفس الكروموسوم بيبقوا قريبين من بعض أول قريبين من بعض أول دي حاجة ليها حكمة عند ربنا هنشوفها بعد هن يعني مش عليكم يعني طيب يكون الفرد موجبا لهذا العامل عند وجود جين واحد سائل على الأقل فيه خلايا يعني إيه مستر يعني إذا كانت ست جينات سائدين بفترض أن الموجب ده هو السائد وسالب هو المتنحل أو خمسة سائد اللي هو الموجب هو واحد سالب واحد متنحل أو أربعة واثنين أو تلاتة وتلاتة أو تلاتة أو تلاتة واربعة أو واحد وخمسة الله كل ده هذه الأفراد كلها موجب العامل الرئيسوسي يعني يعني يوجد في دمهم هذا المولد وبرمز لهم بالرمز RH موجب نسموهم RH موجب أما السالب اللي هو RH سالب فليس له إلا تركيب واحد أن تكون جميع الجينات الستة متنحية سالب 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 هذه فكرة وراسة ها العامل الرئيسوسي بعد كده عندي من تدخل فال الجينات أيضا ننتقل إلى الوراسة الجنسية وده آخر فصلة أو آخر جزء من شرح الوراسة عشان نبدأ الأسئلة اللي عندنا طيب الوراسة الجنسية الوراسة اللي ليه علاقة بجنس الفرد من حيث الزكورة والأنوسة الوراسة التي لها علاقة ها بالفرد من حيث الزكورة للإنسان إزاي أول حاجة سؤال كده لماذا يولد بعض الأفراد ذكورا وبعض الأفراد إنس تحديد الجنس طيب احنا قلنا في الأول خالص أن الكروموسومات إما جسدية وإما جنسي طيب الجنسية دي هي زوج واحد من الجينات زوج واحد من الجينات هذا الزوج هو المسؤول عن تحديد جنس الفرد إزاي يا مستر قال لان عند الزوج ده نوعين نوع اسمه X ونوع اسمه Y نوع الكروموسوم X والكروموسوم Y جميل قد يجتمع اتنين X وقد يوجد X مع ال Y ويستحيل أن يكون ال Y مع ال Y يستحيل أن يكون ال Y مع ال Y وهنعرف ليد ال Y إذا وجد X مع ال X في الخلايا في خلايا جنين بينمو هذا الجنين ليكون أنسى ده بالنسبة للإنسان وحشرة الدروسوفلة ومعظم السادييات أو كل السادييات اللي هي الحيوانات اللي بتولد طيب يبقى أنا عندي التركيب الكروموسومي الجنسي XX يمثل أو يكون أنسى أما X Y يكون زكر إذن الكروموسوم Y موجود في الزكر أما X موجود في الاتنين وده لأنه له دور في الحياة يعني لا يتخل وخالية من الكروموسوم X لأنه له دور في استمرارية حياة الإنسان ويحمل صفات هامة أخرى غير تحديد الجنس طب نشوف ليه بيتولد بعض الأفراد ذكره بعض الأفراد إناس في الإنسان هتعرف إن شاء الله الناس اللي هتكمل علمي علوم في سنة ثالثة أنه الجنين في الأسبوع السادس من تكوينه يبدأ الكروموسوم Y في إنتاج هرمونات جنسية تؤدي إلى تكوين الجهاز التنسل الزكري هذا إذا كانت خلايا الجنين تحتوى على الكروموسوم Y يعني تركيبه XY يعني تركيبه XY الكروموسوم Y ده يبدأ نشاطه في الأسبوع السادس من الحمل في الجنين عشان يميزه إلى ذكر أما إذا لم يوجد الكروموسوم Y وكان الكروموسوم من النوع X فمش هيبدأوا شغلهم إلا والجنين عنده 12 شهر عفل 12 أسبوع يعني خلال الشهر الثالث يبدأ عمل الكروموسوم X دولة في إنتاج الهرمونات الجنسية الأنسوية اللي بتبدأ تكون جهاز تناسولي مؤنس ده في الأسبوع السادس ده في الأسبوع الاثناشر يبدأ التكون طيب الأمشاج اللي هي الخلالة التناسولية تتكون بانقسام ميوزي انقسام ايه ميوزي الميوزي يعني منصف يعني الخلالة الناتجة فيها نص عدد الكروموسوم اللي هنا بالنسبة للإنسان الزقر إذا حصل انقسام ميوزي لتكوين الحيوانات المنوية يبقى بعض الحيوانات المنوية تحتوي على X وبعدها يحتوي على Y النص والنص أما جميع بويضات الأنثى فتحتوي على الكروموسوم X يبقى البويضات نوع واحد أما الحيوانات المنوية نوعين عشان كده الحيوانات المنوية هي المحددة للجنس الكروموسوم Y هو المحددة للجنس الجنين طيب إذا اندمج حيوان منوي يحتوي على الكروموسوم X مع البوايضة اللي دايما فيها X هيتكون لي جنين زي يجب تتكون يتحاول إلى جنين تركيبه الوراسي أو الكروموسوم XX يعني هتبقى أنس أما إذا التقى لحيوان منوي المحتوي على الكروموسوم Y مع بوايضة فيها X هيتكون فرد تركيبه XY يعني هيبقى ذكر الله إذا مين محدد الجنس في الإنسان الزوج أم الزوجة الرجل أم السيدة طبعا الرجل لأنه هو اللي بيكون نوعين من الحيانات المنوية أحدهم هيحتوي على Y وهذا يكون الذكور والآخر X وده يكون الإنس ده تعديد الجنس في الإنسان لاحظ معايا حاجة برضو ملحوظة هتيجي في مسائل لحنا دلوقتي خلاص ما بقاش العملية عملية حفظ الجنس يكون معكوسا في الطيور يعني هي معكوس في الطيور في الطيور الذكر هو اللي XX والأنثى XY إذا محدد الجنس هو مين الأنثى الأمين في الطيور وبعض أسماك الزينة طيب في الحشرات زي الجراد والخنافس وغيره ما في شوية خالص لا في الزكرة ولا في الأنثى أمال إيه قال لي لأ ده الأنثى بتبقى X X عادي جداً لكن الزكرة بيبقى X واحدة وبالتالي بيقوله على X صفر ولذلك إذا انقسم انقسمت الخلايا في مناسل ذكور الحشرات الجراد والخنافس تديني حيوانات منوية فيها X وحيوانات منوية خالية من X فيها 0 كروموسوم أما البويضات فتبع كلها X فإذا التقى بويضة X مع حيوان منوية خالية من الكروموسوم هيديني X صفر هيبقى ذكر أما إذا التقى X مع X يديني X X تبقى هي أنثى ده فكر التحديد الجنس في بعض أنواع الكائنات إن حية طيب هل دائماً هذا الانقسام يتم بصورة سليمة قال لي لا والله لا أحياناً الانقسام الميوزي خاصة في مناسل الأنثى يحدث فيه خلل إيه الخلل؟ التصاق بعض الكروموسومات أثناء الانفصال واتجاههم لخلية واحدة من الخليتين المفروضة ينتجوا بمعنى عدد كروموسومات خلية الإنسان 46 سواء ذكر أو أنثى الـ 46 هما 23 زوجين يقولن عليهم في الأول الـ 46 دولار 44 منهم كروموسومات مسؤولة عن إظهار صفات الجسم اللي هي سمناها كروموسومات جسدية أو ذاتية أوتوشومات واتنين محددين للجنس الـ 2 دولة يبقوا X و Y في الزكر الـ 44 هما هما في الأنثى بس الـ 2 الجنسيين X X زي ما قلنا ده ذكر ده أنثى يمين طيب أحياناً يلتصق الكروموسومين X مع بعض ويتجه لإحدى الخليتين الناتجتين فيبقى بويضة طبعاً ديها تتقسم اتنين اتنين وعشرين واثنين وعشرين تنصيف ما هو ده انقسام ما يوزي ما نساش طيب الـ 2 X يبقوا مع إحدى البويضات أما التانية تبقى خالية من الـ X أما غالباً في الزكر ما بيحصلش الكلام ده لأن الـ X والـ Y مش قد بعض الـ Y الصغير قوي وبالتالي ما بيحصلش بينهم عبور ولا التصاق إلا في حالات نادرة جداً 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 طيب إذن الحالات من الولاي تبقى 22 زي الـ X و22 زي 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 الـ Y طب طعاً نشوف الاحتمالات اللي هتحصل إذا حصل إخصاب لهذه البويضات الشازة هيقول لي إيه أول حاجة إذا اندمجت 22 زي اكس مع 22 زي اكس يديني 44 زي تلاتة اكس الله أولاً دي بيش ذكر لعالم وجود الـ Y سأليني إن هي أنسة ولكن أنسة فيها X زيادة وذلك بيسمى الحالة دي تضاعف جنسي بيسموها تضاعف جنسي جميل دي حالة شازة بيبقى لها أعراض مش عليكم آه هذه الأعراض أما إذا اندمج 22 زي اكس حيوان ما نوي 22 زي اكس عفوا 22 زي واي هناخد 22 زي واي هنا معنا 22 زي اكس اكس يديني 44 زي ايه قول معايا ها اكس اكس واي الله ده فيه واي يبقى ذكر ولا لا اه طالما فيه واي بيذكر ان شاء الله يكون فيه 100 اكس طيب فيه اكس اكس فيه اتنين اكس الزكر الطبيعي بيبقى فيه او اكس واحدة هنا فيه اتنين اكس يعني فيه هرمونات قنسوية زيادة وبالتالي تظهر حالة شازة اسمها حالة كلايم فلتر اسمها حالة كلايم فلتر احنا هنا بنشرح الحالات الشازة وكيف تحدث وكيف تنشأ طيب تعالي شوف مع بعض 22 زي اكس ده لو اندمج مع 22 بس دينا 44 زي اكس زيرو او اكس بس دي حالة شازة اسمها حالة تيرنر واللاحظ انه طالما ما فيه شوي يبقى دي انسة لكن انسة فيها اكس واحدة يعني هرموناتها قليلة وبالتالي لا تصل للبلوغ وبيبقى لها اعراض اخرى اه كتيرة انسة تيرنر دي حالة تيرنر بيبقى فيه تشوهات في القلب وقصر في القامة وحالات اه حاجات كتيرة جدا لاحظ معايا انه اذا حصل الخلل والالتصاق بين كروموسومين من 22 دولة يعني الزكر 44 نعملها بفرعة والتانية ايه الزكر 44 زائد اكس واي والانسة اربعة واربعين زائد اكس اكس زي ما عرفنا طيب دولة هيبقى 22 و22 طب لاحظ معايا انه 22 زائد اكس و22 زائد واي كلام اللي قلنا يابري كده طيب اذا التصق اثنين من دولة فبدل ما يبقى 22 و22 قال لله الله ده يبقى 23 هنا و21 هنا واحد من هنا لزق وجهل اثناء الانفصال زائد اكس وهنا برضو زائد اكس برضو دي بوايضات شازة بوايضة فيها كروموسوم جسدي زيادة وبوايضة فيها كروموسوم جسدي نقص اذا اندمج 22 زائد اكس حيوان ما نون اهو مع 23 زائد اكس يديني 45 مش 44 زائد اكس اكس اولا جنسيا دي انثة وانثة عادية لكن طالما فيه كروموسوم زيادة يبقى مصابة بحالة اسمها حالة دون او البله المغولي اللي هم اللي بنسميهم زاو الاحتياجات الخاصة او اللي هم بعض اللي بنسميهم زاو الاحتياجات الخاصة اللي هم عنيهم بتبقى ضيقة والرأس بتبقى مسطحة وفلطحة والقصر القامة والتخلف العقلي نفس الكلام لو حصل 22 زائد واي مع 23 زائد اكس يديني 45 زائد اكس واي يعني ده ذكر عليه نفس الاعراض اللي هي ذكر دون دي الحالات الشازة اللي عندنا وكيف يتم حدوثها نخليك معاي اخر حاجتين عندنا في الوراسة الجنسية او ثلاث حاجات اللي هم الصفات المرتبطة بالجنس وهي من اهم الجزئيات اللي بتيجي في الامتعالات على طول صفات مرتبطة بالجنس يعني الصفات تحمل جيناتها على الكروموسوم الجنسي اكس اهو تحمل جيناتها على الكروموسوم اكس يبقى يبقى هتورس من خلاله تتنقل معاه زي صفة لون عين حشرة الدروسوفلة حشرة زبابة الفاكهة لون العين اما احمر واما ابيض الاحمر بنرمز لاو الرمز ابل جين ار كابتل والابيض ار سمول طيب هذه الجينات اللي هي الار كابتل ار سمول محمولة على الكروموسوم اكس طيب الزكر تركيب الجنسي اكس واحدة ومعها هواي اما العنثة اكس اكس اتنين اكس جميل طيب طالما الزكر في اكس واحدة يبقى يئم عليها الار كابتل يئم عليها الار سمول اهو يعني مش ممكن الاتنين يبقى على ال اكس ولذلك الزكر هنا بيبقى احمر العين هنا ذو عيون بيضاء ابيض العين والزكر دائما نقي لانه يحمل جين واحد لانه يحتوي على كورموسوم اكس واحد يحتوي على كورموسوم اكس اي واحد اكس ار كابتل وال اكس ار سمول وال اما الانثة فهي تحتوي على اثنين اكس فقد يحمل لاثنين ار كابتل وقد يحمل احدهما ار كابتل والتاني ار سمون وفي كلتا الحالتين كأنه بتعامل مع قانون مندي للأول ده سائد نقي احمر نقي وده احمر بس هاجي يعني احمر برضه بس تركبه الجيني مختلف اما اذا كان الكروموسومين اكس ده يحمل ار سمول وده ار سمول يبدأ انثى بيضاء اذا الصفة تظهر على الزكر بجين واحد وعلى الانثى بجينين وخلال المسائل اللي هنقولها ان شاء الله هنعرف كيف تورس هذه الصفات طبعا من ضمن الصفات المرتبطة بالجنس صفات في الانسان زي مرض عمى الالوان ومرض الهيموفيليا مرض عمى الالوان والهيموفيليا ولحظ معايا انه جينات الامراض متنحية السلامة من المرض هي اللي سائدة طيب ده اللمط الاول من انماط الوراسة الجنسية طيب نشوف مع بعض الصفات المتأثرة بالجنس وركزوا معايا وخلوكم معانا هنطلع فاصل وصيرونيجي نتكلم عن الصفات المتأثرة بالجنس والمحددة بالجنس مرة تانية نلتقي بكم بعض الفاصل وكنا قبل الفاصل قلنا انه هنقول ايه هي الصفات المتأثرة بالجنس احنا تكلمنا عن صفات مرتبطة بالجنس وعرفنا انها صفات تحمل جيناتها على الكروموسوم الجنسي اكس الصفات المتأثرة بالجنس لا ما بتحملش على الكروموسوم الجنسي تحمل على الكروموسومات الجسدية العادية خالص لكن تتأثر بالهرمونات الجنسية بمعنى في جسم الزكر فيه هرمونات جنسية مذكرة تؤثر على الجين بطريقة معينة نفس الجين اذا وجد في جسم الانسة يتأثر بالهرمونات الجنسية المؤنسة بطريقة اخرى بمعنى جين الصلع اللي هو تساقط الشعر جين الصلع نرمز له باي رمز وليكن ب وهقول ب موجب مثلا وجين الشعر العادي او الطبيعي اللي هو عدم تساقط الشعر بي بس من غير رص غير موجب جميل هذا الجين اللي هو جين الصلع اذا وجد في جسم زكر في خلايا جسم زكر يكون سائدا على الجين بتاع الشعر الطبيعي اما اذا وجد في جسم انسة فيكون متنحة بمعنى انه البي اللي هو جين الشعر الطبيعي بيبقى في جسم الانسة سائد على جين الصلع تاني جين الصلع في جسم الزكر سائد في جسم الانسة متنحة جين الشعر العادي في جسم الانسة سائد في جسم الزكر متنحة طب ايه السبب؟ اه تأثير الهرمونات الجنسية ففي جسم الزكر الهرمونات الجنسية المذكرة تؤدي الى تنشيط عمل جين الصلع في جسم الانسة الهرمونات الجنسية المؤنسة او الانسوية ها تؤدي الى تنشيط جين عمل او عمل جين الشعر العادي فيسود على جين الصلع ولذلك وببساطة عندي التركيب الوراسي معنى الاساسيات واحدة خليك معايا اهو اما الفرض يبقى تركيب الوراسي بالنسبة لصفة الصلع بيموجب بيموجب او بيموجب بي او بي بي هنا جينين للصلع هنا جين صلع وجين شعر عادي هنا جينين للشعر العادي طيب ايه المشكلة؟ ما ده سائد وده سائد ناق وده سائد عجين لا قال لي لا خليك معايا هنا هنا تركيب الوراسي واحد او ترز جين واحد ولكن يكون له ترزين مظهريين مختلفين في الزكر عن الانسان بمعنى اذا كان الفرض زكر هنا اهو الزكر ده اهو من هنا يبقى عندي ده هيبقى اصلع وده هيبقى اصلع ده هيبقى شعره عادي او طبيعي يبقى هنا جين الصلع البي موجة ده سائد على البي في الزكر اما لو كانت انسة قال لي لا والله ده هنا الانسة اذا كان الجينين للصلع في اسمها بيسموها متساقطة الشعر لا بتقرعش يعني يعني يدوب الشعر يقع يعني متساقطة الشعر اما هذا التركيب اللي هو بي موجة بي يعني جين الصلع وجين الشعر العادي في جسم الانسة اه ده هيسود بقى اللي هو الشعر العادي فهي بعادية الشعر وده عادية الشعر اذا جين الصلع يسود في الزكور بتنشيط من الهرمات الجنسية الزكرية ويتنحى في الاناس جين الشعر العادي يسود في الاناس بتنشيط من الهرمات الجنسية المؤنسة ويتنحى في الزكور لجين الصلع اخر حاجة عندي شرحا في هذا الباب هي الصفات المحددة بالجنس وهي الصفات التي تظهر في احد الجنسين ولا تظهر في الجنس الاخر تظهر في الزكور ولا تظهر في الاناس أو تظهر في الاناس ولا تظهر في الزكور على سبيل المثال ظهور الشعر اللحية والشارب ده في الزكور مش موجود في الاناس انتاج البيض ده موجود في الاناس مش موجود في الزكور دي كانت نظرة سريعة على اهم الانماط الوراسية في هذا الباب تعالوا نطبق هذا الكلام بمجموعة مميزة من الاسئلة اللي بنهلكم معنا منها اسئلة التعليل اسئلة ماذا يحدث اسئلة الاختيار من المتعدد وايضا المسائل الوراسية المباشرة وجايب لكم مجموعة من المسائل هنحلها مع بعضنا ان شاء الله نشوف مع بعض اول سؤال عندي وهو سؤال علل لما يأتي على الشاشة قدامك علل او اذكر السبب او فسر كله بمعنى واحد اول حاجة عدم اختفاء جين الهيموفيلية ونزف الدم جيني الهيموفيلية ونزف الدم من الجنس البشري احنا اتفقد انه جيني او مرض الهيموفيلية ومرض نزف الدم في الجنس البشري من الصفات المرتبطة بالجنس تحمل جيناتها على الكورموسوم X طيب يبقى موجود في الاناس يورس من الام للابناء وللبنات ويورس من الاب للبنات فقط او للاناس فقط ولذلك هذا الجنس غير مميت يعني حتى لو انسان مريض بالنسف الدم ما هواش مرض مميت زي انميا خلايا الدم والكلام والعطها الطفول لا وبالتالي يورس من الاباء الى الابناء ولذلك الاجابة عندي اهيئة قدامي لان جيناتهم تحمل على الكورموسوم الجنسي X على الشاشة قدامي اهي وتورس عليه من الام المصابة او الحاملة المرض لابناءها ومناتها ومن الاب المصاب لبناته ها فقط كما انها صفات غير مميتة وبالتالي تبقى يبقى هذا الجين الممرس من جيل الى جين نشوف سؤال تعليل اخر قد تتفق الافراد في تورزها المظهري رغم اختلافها جينيا نركز معايا هنا طيب تعال نشوف الاجابة هنا على الورق قد تتفق الافراد في تورزها المظهري رغم اختلافها جينيا يعني تورز مظهري واحد تركيبه راسي او جيني مختلف ازاي مصر قال لي اه طب ارجع كده اللي انا درسته دلوقتي اللي انا قلته طب لو انا اتكلمت عن السيادة التامة الفرد السائد او السائد ده هو تورز مظهري قد يكون سائد نقي ايه كابتل ايه كابتل وقد يكون سائد هاجين ايه كابتل اسمون ده تورز الجيني يبقى تورزين جينيا ده تورز مظهري واحد طب برضو من ضمن الكلام اللي قلناه من شواء الجينات المتكملة الله ده انا كتبت للسائد اربع انماط راسي اربع اه تركيبات راسية او تورز جيني ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي كابتل قلت ايه كابتل ايه كابتل بي كابتل بي سمون قلت ايه كابتل اسمون بي كابتل بي كابتل قلت ايه كابتل اسمون بي كابتل بي سمون كل ده تورز جينية تركيبه راسي للسائد لطرز مظهري واحد وهكذا المتنحي بتاع المتكملة اسمه الاسمه البي كابتل وهكذا الكلام اللي احنا لسه عيلينه من شوية اذا قد يكون الطرز المظهري الواحد له اكتر من طرز جيني الاجابة قدامه هي سريعا هناك العديد من الحالات الوراسية التي يتفق فيها طرز مظهري للافراد رغم اختلاف الطرز الجيني كما في حالات سيادة تمة زي ما وضحنا والجينات المتكملة تعالوا لسؤال كمان مهم انجاب ابوين طبيعيين ابن مصاب بالعته الطفولي عاش لعدة ساعات سنوات ثم مبات العته الطفولي صفة مرتبطة بالجنس مميتة او صفة مميتة متنحية صفة مميتة متنحية العته الطفولي صفة مميتة متنحية طيب معنى كده انه لابد ان الاب يكون حامل لي جين المرض والام حاملة لي جين المرض عشان نمرسوه لأحد الابناء بمعنى انه اذا افترضت ان جين السلامة من المرض ايه كابتل لبا جين المرض اسمه إذا لابد أن يكون تركيب الأب والأم إيه كتل اسمه حامل لجين المرض كلاهما علشان يظهر أحد الأبناء مريض بهذا المرض هنفسرها ورثها مع بعض بصب عايق الإجابة هنا على الشاشة لأن الصفة العطلة للطفول الجينتها مميتة متنحية ولابد أن الأبوين هجينين لهذا الصفة فورثها الجينين المتنحين لهذا الطفل تفسيرها هيبقى عندي هنا على الورق لو افترضت أن جين العتا جين مثلا وليكن اسمول وجين السلامة ايه كابتل يمين طب إيه لا يحصل قال لي والله الأب هيبقى ايه كابتل اسمول وده سليم على فكرة هو حامل للمرض آه لكن سليم والأم ايه كابتل اسمول لما تتكون الحياة نطمنوا يبقى ايه كابتل واسمول وهنا ها الجامتات برضو ايه كابتل واسمول البويضات لو اجتمع الاسمول مع الاسمول ده يديني اسمول اسمول هو ده اللي هيبقى مريض بالمرض اللي هيموت بعد عدة سنوات تمام تعالي نشوف سؤال كمان تعليل آخر تعليل معنا تقريبا طيب نميل نشوف مع بعض سؤال آخر ماذا يحدث عنده او من نتائج المترتبة على تاجين ديك اندلسي اسود الريش مع دجاجة بيضاء الريش طيب احنا بالوقتين لسا فاكرين وقايلين انه لون ريش الدجاج الاندلسي ده هيكون من الصفات ها المنعدمة انه منعدمة السيادة انعدام السيادة ما بين الاسود والابيض فتظهر الصفة وسط ازرق طيب التفسير بتاعه هنا هيقول ليه ها ديك دجاج اندلسي اسود الريش مع دجاجة بيضاء الريش هي طيب الاسود تركيبه معايا على الورق اهو بي كابتل بي كابتل الابيض دابليو دابليو طيب الجامطات هنا دولا البيرنتس اولاباء الجامطات هنا هتبقى كلها دابليو هنا كلها بي النسل الناتوك كله هيبقى تركيبه بي دابليو يحتوي على جين اللون الاسود وجين اللون الابيض ده يتكون وده يتكون فينتج جيل كامل باللون الوسط الازرق او الرصاصي زي ما بيقولهم في بعض الحالات لو عملنا الجيل التاني منسيش معايا اهو هيطلعوا لي جامطات اما بي كابتل ها ودابليو هنا بي ودابليو الجيل التاني هيبقى عندي بي كابتل بي كابتل اسود بي دابليو رصاصي او ازرق بي دابليو برضو وهنا دابليو دابليو هيبقى ابيض وهنا اتنين ازرق لو الوسط واحد اسود النسبة طلعت واحد الى اتنين الى واحد وهو ده حالة هي ده حالة انعدام السيادة ادي اول سؤال في ماذا يحدث عند تهجين ديك اندلسي اسود ريش مع دجاجة بيضاء بص معايا على الاجابة ايها سريعا من غير تفسير التفسير بنفسره على الوراء هنا هذه حالة انعدام سيادة لاها سود اي من اللونين على الاخر لذلك ينتم بالجيل الاول كله بصفة وسط رصاصي او ازرق اه والجيل التاني بيطلع من نسبة اتنين اه واحد الى اتنين الى واحد اسود الى رصاصي الى ابيض تعال نشوف سؤال تاني تهجين ديكار درسوفلة احمر العين مع انسى بيضاء العينين طب احنا اتفقنا ان لون عين لون عين حشرة درسوفلة من الصفات المرتبطة بالجنس يعني تحمل على الكروموسوم اكس تعمل جناتها على الكروموسوم اكس بمعنى انه الزكر احمر العين يعني الزكر الاكس بتاعته تحمل جين اللون الاحمر بينما الانسى بيضاء العين يبقى الاتنين اكس بتوحب يحمله جين اللون الابيض لان نعرف ان الاحمر سائد على الابيض يعني التركيب الوراسي والتفسير الوراسي هيبقى ازاي معايا هنا ادي الزكر x y الانثة x x الزكر x r capital y اهو x r capital عفا هنا في الوايا هي وهنا x r x r جنين لللون الابيض على الانثة على الكروموسومين x للانثة وجين احمر على الاكس بتاعت جين لللون الاحمر على الاكس بتاعت الزكر طيب الامشاك بتاعتهم هتبقى هنا x وهنا y x r capital وهنا y اهو اهو دي اللي هي الحيانات المنوية الابيضات هي معايا كلها هتبقى x r اهو طيب جميل طيب الاحتمالات اذا اندمج الحيان المنوية المحتوي على y مع الاكس r سمول هيتكون لي x y ذكور الذكور انتحمل الجين انهو الجين الر سمول يعني جين اللون الابيض يبقى ذكور بيضاء العين اما اذا التقع ال x r capital مع ال x r small هيت ديني x r capital x r small الله ده ايناس ولا لأ ها طبعا طالما x x يبقى ايناس الاناس دي لون عينها ايه بقى ايه في الحالة دي هنا هزي حالة صفات مرتبطة بجنس اي تحمل جينتها على الكرموسوم الجنسي x فيكون الترز الجيني لذكر x c capital y والانسة x c small x small وفسر لها الكلام ده كمان سؤال ماذا يحدث اخصاب بوائدة انسة خيالية من الصمغ الجنسي x بحيوان منوي يحتوي على الكرموسوم الجنسي x طب طالما البوائدة خيالية من x يبقى فيها 22 كرموسوم بس لما تندمج مع 22 زائد x حيوان منوي يدين 44 زائد x يعني حالة تيرمر تنشأ انسة مصابة بحالة تيرمر تتكون لاقحة تركيبها الكرموسومي 44 زائد x تنمي وتتميز لطول الطفلة مصابة بحالة تيرمر اللي تركيبها 44 زائد x اللي احنا قلنا عليها اللي نقص الكرموسوم x وعرضها متعددة وموجودة عندكم وقلنا عليها تلقيح نباتي زورة كلاهما اخضر هاجين تعالوا نشوف نفتكر مع بعض لحنا قلنا من شوية لون نبات الذرة او لون الكولوروفيل من الصفار المتنحية المميتة المميتة المتنحية جين تكوين الكولوروفيل لسي كابتل وجين عدم تكوين الكولوروفيل لسي سمول اذا النبات احتوى على سي سمول سي سمول يعني الجينين لعدم تكوين الكولوروفيل ها هتتكون بادرات بيضاء تموت اما اذا احتوى حتى على واحد بس سي كابتل لو جين تكوين الكولوروفيل هتنشأ البادرات وتكون الكولوروفيل وتقوم البناء الضوء وتعيش وتبقى سليمة تماما تعالوا نفسر الكلام ده مع بعض هنا السؤال هنا على الشاشة بقول لي تلقى هنا نباتين زرع كلا هم اخضر هاجين اخضر هاجين يعني ها سي كابتل سي سمول سي كابتل جين تكوين الكولوروفيل سي سمول جين عدم تكوين النباتين كلا هم هاجين يعني كلا هم الناس التركيب اهو سي كابتل سي سمول مع سي كابتل سي سمول جامي تبدأ ايه سي كابتل و سي سمول اهو طب جامطات ده ايه نفس الكلام جامطات يعني امشاك يعني خلايا تناسلية يعني حبوب لقاحه ابو ايضاء ما ننساش اهو طيب اذا التقى دي معا دي اهو كده هيديني سي كابتل سي كابتل يعني نبات اخضر زي الفل يعيش لانه هيكون كل الفل يقوم بالبناء الضوء ويتغزه طيب اذا التقى دي معا دي سي كابتل سي سمون طب اقولك على طريقة لذيذة ببسيطة انا لما يبقى عندي عشان الخطوط دي ممكن تلخبطك طب ما انا عمل لعبة زغيرة كده بقول ايه بحط على ده الف وده به وده واحد وده اتنين واقول واحد مع الف ها الف مع اتنين به مع ها واحد به مع اتنين بسيطة سي كابتل سي كابتل سي كابتل سي سمون طيب يبه هنا دمعة ده سي كابتل سي سمون برضه يعني اخضر برضه لان جين تكوين الكولروفيل جين سائد اما اذا اجتمع الجين اللي سي سمون مع سي سمون فيديني فرد تركيبه سي سمون سي سمون هو ده اللي مش هيكون الكولروفيل تتكون بادرات بيضاء تموت لعدم قدرتها على تكون الكولروفيل الاجابة عندي اهو عند زراعة البذور الناتجة من هذا التلقيح ينمو ربع البادرات النابتة بيضاء لا تكون الكولروفيل تموت بعد فترة عند زراعة البذور خلصنا لانه جين عدم تكون الكولروفيل جين متنحي مميت واكتباع الجينين المتنحيين يميت هزي البذورات لعدم تكون الكولروفيل فيها طيب تعالي نشوف مع بعض مجموعة من المسائل من هلكم هنا اهيه معالي على الورق على الورق هنا في مسألة مراسية قدامي مهمة ايه اللي هي تزوج رجل فصيل الدمه او رجل فصيل الدمه او مصاب عمل الوان الله هنا ربط ما بين صفتين رجل فصيل الدم او يعني تركيبه له راسي او او من غير ما تكلم اهو او او ده الرجل مصاب عمل الوان عمل الوان لسه ايلي له صفة مرتبطة بالجنس يعني اكس سي سمول مصاب بمرض عمل الوان امرأة فصيل الدمه ايه بيه سليمة من مرض عمل الوان تماما طيب دولة لما يتزوجه ايه اللي هيحصل قال لي والله انا بطلع الجاملتات بتاعتي حسب ما طلعت زي ما طلعتها في قالوا من دل التاني انا عندي هنا اربع جينات يبقى الجاملتها يبقى فيها جينين واحد من الزوج الاول واحد من الزوج التاني طبع عشان اسهلها زي ما قلت لك من شوية حط هنا واحد اتنين وهنا الف ب واحد معه الف يبقى او اكس سي سمول ادي اول لقم الجاملتات واحد معه ب يبقى او واي طب اتنين معه الف يبقى او اكس سي سمول اتنين معه ب او واي طب هم هم الاتنين اللي فوق طب جميل اجي هنا نفس الكلام واحد اتنين الف ب واحد معه الف ايه اكس سي كابتل واحد معه ب ايه اكس سي كابتل نفس النوع ب اكس سي كابتل ده النوع التاني من البويضات بي اكس سي كابتل اذا عندي هنا نوعين اخرين من الجاملتات اللي قلنوا عن الناس ايه البيضات ايه اكس سي كابتل بي اكس سي كابتل هنا او اكس سي سمول O Y طبعا هنا عملية اندماج الجاملات عملية بسيطة باخد الاولى دي مع الاولى دي هيبقى A O ها X C capital X C small اهو طيب الاولى مع التانية هنا يبقى برضو A O X C capital Y دي مع دي طب اجي للتانية B O X C capital X C small B O دي مع دي X C capital Y طب تعالوا شوف مع بعض انا هتكلم عن ايه خليك معايا اولا دي انسة ولا ذكر X X يبقى انسة طب فصيلة الدم هنا A O يبقى فصيلة A طب مرض عمل الوان بالنسبة لها لا سليمة بس حاملها المرض انسة سليمة من المرض ها فصيلة دمها A برضو نفس الكلام لكن هنا مش انسة هنا ايه زكر برضو فصيلة دمه A وسليم طب هنا انسة X X سليمة من المرض لا لا سليمة فصيلة دمها B B سليمة وهنا برضو ذكر B فصيلته B سليم ادي حل المسألة عندي طيب شوف كمان مسألة هذا مسألة تانية وركز في المسألة دي اوي عشان هي مسألة من المسائل اللي محتاجة تفكير اوي في احدى سلالات عصافير الزينة لقح ذكر اصفر الريش دجاجة سوداء الذكر خليك معاي اهو اصفر الدجاجة سوداء غير دلوقتي ما فيش مشاكل فكان النسل الناتج اصفر اسود مشمشي ابيض الله هنا بقى ويعنف مشكلة اصبح عندي اربع صفات طب افكر كده شوية المشمشي ده ممكن اقول عليه انه هو وسط ما بين مين ومين نسودوا الاصفر لما ادخلته مع معدد ديك المشمشي ده اصفر غامق وما لقى حكاية الابيض ده قال لي لابد ان يكون الابيض ده متنحي لكل من الاسود والاصفر ومما انه مش مشي وسط ما بين الاصفر والاسود اذا الاصفر والاسود بينهم من عدام سيادة يبلع طلعت علاقات سريعا الاصفر سائد على الابيض الاسود ايضا سائد على الابيض طلعا الاسفر بالرمز دابليو الابيض اما لده هو مين ايوا هو الابيض وده تفكيري في المسألة انا لقيت عندي اربع صفات مختلفة يبقى على طول افكر في تعدد البدائل في العدام السيادة زي فكرة فصائل الدم الفصائلة ايه الهاجينة وبيه الهاجينة لما يطلعولك اربع فصائل مختلفين ابناء باربع فصائل هي نفس فكرة المسألة المسألة شوفوا مع بعض المسألة كمان عندنا مسائل كتيرة ومسائل من المسألة اللي كانت عامل لكم ازمات ياريت تركزوا معنا فيها طيب المسألة دي في نوع من الطيور تم اجراء تلقيح بين ذكر احمر الريش وانصى بيضاء الريش فكان الجين الناتج بنسبة واحد الى واحد الى واحد الى واحد اناس بيضاء الريش اناس حمراء الريش ذكور ها بيضاء الريش وذكور حمراء الريش الله انا عندي هنا ابيض وحمر لكن هو هو ما يزلي بكلمة ذكور واناس اذا على طول من غير مفكر بدي حالة صفات مرتبطة بالجنس طيب لما ربطت الصفة ها ذكور ها حمراء ذكور بيضاء اناس حمراء لو ما كانش في علاقة بالجنس هنا ما كانش قال لي ذكور واناس كان قال لي ابيض وحمر وخلاص يبقى انا عندي هنا ذكر احمر الريش ها انسى بيضاء الريش على الورقة ها طلع لي واحد 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 ذكور ذكور اناس اناس حمراء الريش بيضاء حمراء بيضاء بيضاء طيب انا بقى عندي حاجة مهمة او هفكر فيها الذكر الاحمر والانسة البيضاء دول من ايه انتنساش هنا من مين الطيور الله طب ده انا قلت خلال كلامي في الشرح ان الطيور الجنس مع كوس الذكر هو اللي اكس واي اكس اكس والانسة هي اللي اكس واي اه هنا كانت المشكلة بقى الذكر ها اكس اكس والانسة هي اللي اكس واي طب جنيل طب انا وصلت الدي وصلت الدي علشان يطلع عليه ذكور طبعا ذكر الاحمر الانسة البيضاء خلاص معروفة لانها فيها اكس واحدة هيبقى اكس مثلا دابليو سمول اهو اللون الابيض لان ان احمر سائد على الابيض جميل طب هنا الزكر لازم يكون هاجين عشان يطلع لي انس بيضاء الزكر يبقى هاجين دابليو كابتل دابليو سمول يبقى انا كده قدرت اهرف التركيب الوراسي للابوين من نص المسألة طالما قال لي زكر وانسة وزكر وانسة يبقى دي صفات مرتبطة بالجنس دي نمرة واحد نمرة اتنين طالما انه قال لي طيور يبقى الجنس معكوس اي ان الزكر هو الاكس ايكس والانسة هي الاكس واي طيب طالما طلع لي ايناس بيضاء يبقى لازم الاب يبقى هاجين الزكر يبقى هاجين لانه هو اللي عليه اتنين الاكس التفسير ببساطة خلاص احنا وصلنا ليه الحل اه ده هو انا عندي اكس دابليو كابتل اكس دابليو سمول واي دابل اكس دابليو سمول وواي دي الجاميطة الحيوان منوي وده حيوان منوي ودي بويضات ودي بويضات البوضات هي اللي مختلفة هاينا مش الحيوانات منوية طيب لما يندمك دي معادي ها هيديني اكس اكس بس الاكس الاولانية عليها دابليو كابتل والانسة التانية دابليو سمول يبقى انثة حمراء لي ها حمراء ليش طيب دي معادي ها هيبى اكس دابليو سمول اكس دابليو سمول يعني برضو انثى ولكن بيضاء الريش انثى بيضاء طيب الواي مع دي ها اكس وي والاكس عليها دابليو كابتن يبقى ذكر احمر العين طيب الواي مع الاكس دابليو سمول هيبقى اكس دابليو سمول واي ودي هتبقى ذكور بيضاء يبطل عندي ذكور بيضاء ذكور حمراء ينس حمراء ينس بيضاء وده المطلوب عندي في المسألة ركز معايا في اللي جاي المسألة دي احنا قلنا حاجة شبهها نقول الرقم ستة عندي انجب رجل وزوجته طفلا فصيل الدم او سالب العام الرزاسي المسألة قدامنا على الورقة هي انجب رجل وزوجته طفلا فصيل الدم او سالب سالب العام الرزاسي فاذا علمت ان فصيلة دم الاب ايه موجب رزاسي والام فصيلة دمها بي موجبت العام الرزاسي ما الترز الجنية للأب والام وابنائهم وما الترز الجنية المحتملة للام الاب طيب تعالي نشوف مع بعض واحدة وواحدة معايا هنا كده رجل وزوجته انجبه الطفل فصيلة دمه او سالب العام الرزاسي يعني ار اتش سالب ده الطفل ما انا بتعامل مع مسألة الورقة دي على انها مسألة رياضة فيها معطيات وفيه مطلوب وبرهان طيب الرجل علمت انا فصيلة دم الاب ايه موجب رزاس ار اتش موجب والام ب ار اتش موجب برضو هنا بقى ابدأ اتعامل مع المسألة حاجة حاجة اتعامل مع فصيلة الدم في الاول بما ان فصيلة الدم بتاع الطفل او اذا تركيبه الوراسي ايوا او او اذا اخد او من الاب و او من الام يبقى انا كده عارفت التركيب الوراسي لفصيلة الاب و فصيلة الام الاب ا او و الام و الام بي او خلاص امره انتهي من اين عرفت من ايه او مش ايه ايه ولا بي بي عرفت من الطفل الطفل في الصيلة الدمه او اذا انتركيب له راسي او او اذا انحصل على جين اوم لاب و جين اوم لام طيب الاب ار اتش موجب بس الولد ار اتش سالب والام برضو ار اتش موجب بس الولد ار اتش سالب الله لا هنا في مشكلة الار اتش سالب ده يبقى خد جين السالب من الاب و جين السالب من الام يبقى اذا لابد ان يكون كل الابوين هاجين للصفة العام للرزص يعني ار اتش موجب ار اتش سالب وهنا نفس الكلام ار اتش موجب ار اتش سالب هنا طبعا هحتاج ان انا اطلع الجامطات لكل الاباوين كأنه بتعامل مع قانون مندل التاني عادي جدا يعني هحط هنا واحد اتنين وهنا الف به اقول واحد مع الف الاول منزوج الاول مع الاول منزوج التاني ب ار اتش موجب الاول مع التاني ب ار اتش سالب التاني مع الف او ار اتش موجب يبقى او ار اتش سالب وهكذا هتعامل مع ده وطبعا هنا هطلع للجدول الجدول اللي هو في 16 خانة اللي هو بتاع قانون مندل التاني بضع الاربع انواع من الجامطات للاب هنا وللام هنا او العكس مش مشكلة كل خانة من دولة هتطلع لك فرد من الافراد او من الابناء الناتجة ادي عندي فصائل الدم وعام الرزس ومسائلهم المتراكبة مع بعضها نشوف الاشكال الهندسية اللي بتجينا احيانا في الامتحان وامنماش عارفين نفكر فيها رغم ان هي لو انا استخدمت شيء من التفكير بصير ربطت معلومات ببعضها هقدر اطلع الكلام ده بصورة بسيطة جدا زي ما ميشوف مع بعض في المسائل الفاتت شكل قدام يقول لي ايه الشكل المقابل يبين تفاعل مصل مضاد بي مع الفصائل وي وان وي تو اكس وان اكس تو يعني يا مستر تعال على الرسم هنا كده وبصوا معي انا عندي المص ده مصل مضاد بي مضاد الفصيلة بي اضفناها الى الفصيلة وي وان وي تو وي و اكس وان و اكس تو كلام جميل ايه اللي حصل اللي مع وي وان حصل ها تلازن حصل تكسير لخلاء الدم ها اه او تلازن لخلاء الدم تخصر تجمد زي ما انت عايز تقول اقول مع وي وان ومع وي تو مع وي اكس وان ومع اكس تو ما حصلش حاجة طب انا خليني زكي شوية كده احاول اه اه افكر انت بيحصل التلازن التلازن عندما يجتمع المضاد مع المولد المضاد مضاد الفصيلة مع المولد يسبب التلازن او التخصر اذا الفصيلة دي فيها مولد بي عشان حصل تخصر ودي برضو فيها مولد بي لكن دي ما فيهاش بي ودي ما فيهاش بي طب ايه الفصائل اللي فيها بي فيها المولد بي الفصائل المحتوية على المولد بي هي اما بي واما ايه بي هم دول الفصيلتين اللي فيهم المولد بي يبقى واحدة من دولة بي وعدة ايه بي وعدة بي وعدة ايه بي كلام جميل طب اقدر افكر برضو واربط معلمات بعضها الايه بي هي التي تستقبل منها الجميع طب لو لعستها تلاقي دي هي اللي استقبلت من هنا ومن هنا يبقى هي دي ال ايه بي ودي بي طب ما علينا تعال نشوف النحية التانية دي لا تحتوي على المولد بي ايه اللي ما بيحتويش على المولد بي الفصائل الفصائل التي لا تحتوي على بي هي اما ايه واما او الفصائل ايه وفصائل او يبقى واحدة من دولة ايه وواحدة او بس لو كانت دي ايه هل ايه ينفع تكون معطي ل او اه لا يبقى اذا دي هي الفصائل او ودي هي الفصائل ايه ودي هي الفصائل ايه بي لانها اخدت من ايه ما ينفعش البي تاخد من ايه يبقى الفصائل دي هي الفصائل ايه بي والفصائل دي هي بي يبقى انا باختصار بتفكير بسيط قدرت افهم واعرف الشكل ده مين فيهم الفصائل ايه ومين الفصائل بيه بمصر مضاد واحد انا اضفت مصر مضاد بيه حصل تفاعل هنا تلزل هنا تخسر هنا وهنا طالما المضاد بيه تفاعل هنا وهنا يبقى دولة بيحتوى على المولد بيه لان المضاد مش هيعمل تخسر الا اذا هنتفاعل معه المولد دي تاعه يبقى واحدة منهم بيه وواحدة ايه بيه هنا واحدة ايه وواحدة او طب ممكن دي تبقى ايه ما ينفعش ليه لانها لو كانت ايه عمراء ما هتدي او يستحيل ان ايه تدي او لان ايه تحتوي على مولد ايه و او فيها مضاد ايه تمام يبقى انا بتفكير بسيط قادرت افسر كلام اللي عندي هنا بقية المسألة بيقول لي ايه فصل على اسر سراصية زواج رجل فاصيل الدمه واي تو اللي هي ايه بي مع اكس وان اللي هي او ودي عملناها قبل كده ومسألة بسيطة وسهلة طي كمان مسألة عندنا مجموعة مسألة جميلة واسئلة تفكيرية اه ان شاء الله هتساعدكم في امتحالاتكم ان شاء الله تعالى المسألة اللي بعد كده مسألة عن عامر ديسوس برد بس ما هيش مسألة بالمعنى المفهوم ده شكل بياني ومطلوب عليه بعض المطلوبات كأنه اختياري يعني بيجي اختياري نشوف مع بعض هذا الشكل عشكل مقابل يبين الجينات سي ودي وإي اهو في توارس المتحكمة في توارس العامر ديسوس ما احنا عارفنا عامر ديسوس يتحكم فيه ورسته تلات ازواج من الجينات يتحكم في ورسته تلات ازواج من الجينات هم دول طي حيث تسود على الجينات سي ودي وإي سمولهم على الترتيب يعني السي كابتل سائد على السي سمول دي كابتل عن دي سمول الإي كابتل عن دي سمول فأي زوج من هذه الأزواج الصبغية أد واحد زوج رقم واحد اهو زوج رقم اثنين اهو زوج رقم ثلاثة اهو زوج رقم اربعة اي زوج من هذه الأزواج الصبغية يتواجد في امرأة تحتاج للمصل المضاد بعد ولاد الطفل موجب عامل رزاس لا اهدى عليها شوية خليك معايا افهم السؤال وفهم السؤال نص الإجابة بيقول لي 3 أزواج 4 أزواج من الكروموسومين الزوج الأول للي كل الجينات فيها على الكروموسومين سائدة C capital C capital D capital E capital E capital الزوج الثاني C capital C small D capital D small E capital C small الزوج الثالث كله small الزوج الرابع فيه جين سائد اللي هو السي capital والباقي كله small طب يبقى مين فيهم موجب رزاس ومين سالب رزاس أيوة احنا قلنا العام رزاس يظهر على الفرد اذا وجد فيه ولو جين واحد سائد ده فيه كل الجينات سائدة اللي هو رقم واحد يبقى ده موجب رزاس خلاص ده فيه ثلاثة موجبين منه يبقى هو كمان موجب طب ده فيه واحد موجب اهو الله اهو موجب الوسي كابتك لبا ده ده هو الوحيد الزوج الوحيد الموجود فيه أنسة سالبة العام رزاس كده أنا استنتجت حاجة من اللي قدامها تساعدنا على الحال طب نيجي للسؤال بيقول ليه فأي زوج من هذه الأزواج الصبغية أي واحد من الأربع أزواج دول يتواجد في مين في واحدة ستة في خلايا واحدة ستة امرأة تحتاج للمصل المضض بعد ولاد الطفل موجب الله هي مين اللي بتحتاج ومين اللي بيحصل فيها خطورة عند الولادة وخطورة على الجنين لما تلد طفل موجب الأنسة سالبة العام الرزاس نسأل حاجة زيادة كده سريعا دم الأم اهو دم الجنين احنا عارفين ان دم الأم ودم الجنين لا يختلطوا دم الأم ودم الجنين لا يختلطوا طيب الطفل الأول اذا كان موجب ودم الأم سالب عند الولادة يختلط قليل من دم الجنين مع دم الأم ونتيجة قطع الحبل السوري والمشيمة فتتكون في جسم الأم أجسام مضادة مضادات للعام الرزاس الجنين الأول بيتولد ويسيب الدنيا ويمشي ويترك في دم الأم ها الأجسام المضادة لو حملت نفس الأم بجنين تاني موجب بعد أخوه الأولاني ده الأجسام المضادة دي هتنتقل إلى جسمه وممكن تسبب له مشكلات تحلل خلايا الدم وتكسر خلايا الدم ويولد بأنميا أو قد يموت كمان لذلك هذه الأنثة سالبة العام الرزاس إذا حملت بجنين موجب لابد بعد الولادة خلال 72 ساعة تاخد حقنا تحطم هذه الخلايا الدموية أو المضادات اللي موجودة في دمها عشان دمها يبقى خالب المضادات عشان الجنين التاني ما يتأثرش نرجع على سؤالنا نرجع على سؤالنا فأي زوج من هذه الأزواج الصبغية يتواجد فيه امرأة تحتاج المصل المضاد بعد ولادة طفل موجب طبعا هي المرأة السالبة اللي هي رقم كام أيوة اللي فيها كل الجنات متنحية اتفاهمت؟ اتفاهمت كمان مسألة هنا فيه كروموسومين شكل الكروموسومين الكروموسومين دولة كروموسومين جنسيين وحنتفعنا قبل كده إنه الكروموسومين الجنسيين في جميع الخلايا إما الاثنين اكس أو واحد اكس وواحد واي ها إما الاثنين اكس أو واحد اكس واحد وحفش احتمال الاثنين واي أبدا مستحيل طب جميل المسألة اللي قدامي دي بتقول لي إيه الشكل المقابل يبين الكروموسومات الجنسية في مناسل أحد الجنسين في مناسل يعني اللي بتتكون في خصة أو في مبيض أي منهما يتواجد في المشيج الزكري للإنسان ولماذا وهضف لك حاجة كمان على المسألة وأي منهما يوجد في المشيج الأنسى طيب نفكر مع بعض بص على الشكل عني أنا عندي كروموسوم كبير وكروموسوم صغير طب احنا تفقنا وتكلمنا وقلنا كذا مرة قبل كده أن الكروموسومين الجنسيين غير متساويين في الحج الكروموسوم اكس أكبر من كروموسوم واي صغير ومعقوف عشان كده حتى يسموه واي شبه حرف واي إذن الكروموسوم اللي في الرسم اللي عندي رقم اثنين هو اللي اكس بينما واحد هو اللي واي لأنه هو اللي قصير ده اكس ده اكس وده واي تمام جميل أي من دولة بيوجد في الحيانات ملوية أي من دولة بيوجد في الحيانات ملوية آه الاتنين يبقى فيه الأمشاج الذكرية يتواجد النوعان دودا لأنه في كروموسوم حيانات ملوية تحتوي على واي واخدت تحتوي على اكس أما فيه الأمشاج الأنسوية البويضات يعني لا يوجد إلا النوع اثنين اللي هو ده بس اللي هو الكروموسوم اكس يوجد النوع اثنين فقط اللي هو النوع ها اه اكس فقط عندي مثال كمان برضو شكل هندسي قدامي عندي فصيلة واحد فصيلة اثنين فصيلة ثلاثة والفصيلة بي واحد ادت الكل يبقى من غير ما افكر وانا مغمض عيني المعطي العام الذي يخلو من المولدات هو الفصيلة او من غير ما افكر طالما السهمة هو وهو وهو ادت الباقي كله يبقى دي او من غير ما افكر طب حاجة تانية ابصة لقي تلاتة ما انا قبل ما اروح على الكلام هنا واروح على المسان ابصة على الشكل اهو طب ابصة على تلاتة دي استقبلت من واحد ومن اتنين ومن التلاتة باستقبلت من الكل تبقى مش تقبل عن تبقى من غير ما افكر دي مين ايوة في ناس سألت ايه بي اهو ما انا عرفت ان واحد هي او تلاتة هي اي بي دي ها هو كتبلك بي يبقى ده على طول من غير ما افكر الفصيلة ايه تزوج رجل من الفصيلة اتنين اتنين اللي هي ايه لاحد الابناء لاحد الابناء اه طب ازاي اهو هنا مثلا ايه ايه تمام الجامطات هنا ايه هنا ايه وهنا بي الناس لها هيبقى ايه ايه او ايه بي طب احتمال تاني ان الرجل هيبقى ايه او والمرأة هي هي ايه بي ما لها شالة التركيب ده يبقى ايه و او وهنا ايه و بي طب هنا هيبقى عندي الابناء اي ايه او اي او او بي او بي او بي او بي او يبقى عندي الفصيل اللي احتمال تنتج ايه اما ايه او اي بي طبعا هنا ايه واي بي وقد ينتج بي اذا كان الاب اي او طبعا نلجع للمسألة اللي عندي علي لا يصلح اي من الابوين اعطاء الابن ها المصاب دما دما منهم اي من الابوين اللي هما الاب ايه والاب اي بي طبعا هنا لا عفوا يبقى هنا نشيل لا دي يمكن لأي من الابوين ان يعطيه اي من الابناء يمكن يصلح اي من الابوين لاعطاء الابن المصاب دما منه لان ايه تدي ايه بي عادة جدا ويه تدي ها ايه طب انت تبقى لا يصلح لما يبقى الابن ها بي في الحالة التالية لا يصلح اي من الابوين في اعطاء الابن المصاب دم منه اذا كان الابن ها في المثال دي بي لان ايه لا يصلح ان تعطي بي ولا اي بي تعطي اي فصيلة الا نفسها طب يبقى هنا اذا كان السؤال يصلح اي من الابوين في اعطاء الابن المصاب دم يبقى الحالة دي الايه ها يعطي الايه ويعطي الاي بي لكن المرأة لا تعطي اي بي لا يعطي ابدا يبقى هو هنا السؤال لا يصلح اي من الابوين في اعطاء الابن المصاب يبقى انا عندي الحالة دي اللي هي مش مطلوبة الحالة المطلوبة لابد ان يكون الاب او الرجل او والام او بي عشان ينتج احد الابناء بي وهو ده اللي حصلت له الحدثة وهو ده اللي مش هينفع الاب ولا الام يدوله دم ما فصل الدم التي يمكن نقلها لهذا الابن طبعا ممكن ياخد من البي ومن الو من بي ومن او طيب السؤال ده احنا جاوبناه اللي هو كيف تنشع الحالات الكولوميسومية الشازة اخر سؤال معانا اخر سؤال معانا رسمه برضو عبارة عن سجل لنسب قدامنا هذا الرسم يبين عائلتين يدرس مرض اللي هي موفيليا المربع غير المظلل سليم المربع المظلل مريض يعني ده ذكر مريض المربع ذكر هيبقى تركيبه سريعا كده اكس ار كابتل واي او اه سي كابتل واي ودي انثة سليمة تماما تبقى اكس سي سمول عفوا هنا واي وهنا اكس سي كابتل اكس سي كابتل او اكس سي كابتل اكس سي سمول وهنا نفس الكلام الانثة اكس سي كابتل اكس سي كابتل والذكر اكس سي كابتل واي الفرض الناتق ده اكس ها سي سمول وذكر الناس الواي طبعا شيء طبيعة سي سمول بتاعة الاب هنا وصلت لبنته اللي هي دي هتبقى دي اكس سي اه اكس سي كابتل اكس سي سمول ودي ورستها لهذا الاب يبقى بيقول لي السؤال وضحها الاسه الراسية من اي عائلة يارس هذا الحفيد ها يبقى شيء طبيعة من العائلة الايه الاولى من جده ابو والدته ماشي الكلام ده بالنسبة سريعا لبعض الافكار عن مسائل الوراثة وعن باب الوراثة نرجو ان نكون قد اه غطينا غالبية الفيزيات المهمة في هذا الباب سعدت بلقائكم واتمنى اللقاء بكم مجددا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته